اهلا بكم من جديد في حيثة مغربية في طار تصعيد سياسي للجزائر ضد فرنسا في العامين الأخيرين اترى تفاقم الأزمة الصامتة بين البلدين قررت السلطات الجزائرية اعتماد الإنجليزية كلغة للتدريس في الجامعات بدلا من اللغة الفرنسية القرار سيطبق اعتبارا من العام الجامعي الجديد الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل فيما يرى مراقبون أن القرار سياسي في ثوب أكاديمي كتصعيد جزائري ضد فريس وكانت الجزائر قد أطلقت العام الماضي إجراءات لبدء تدريس اللغة الإنجليزية في المراحل التعليمية الأولى بعد 61 عاما من الاستقلال لم تكن لغة موليير مهددة بالسقوط في الجزائر مثل اليوم هل هي القطعة بين الجزائر واللغة الفرنسية؟ قرار سياسي في ثوب أكاديمي يجعل من اللغة الإنجليزية اللغة الأولى في الجامعات الجزائرية آخر الدراسات تشير إلى أن واحدا من بين خمسة أشخاص في العالم يتحدثون اللغة الإنجليزية حقيقة وضعت ربيع أمام الأمر الواقع لتعلم اللغة الأولى في العالم أنا تاجر لاحظة بأنني أحتاج اللغة الإنجليزية بزاق حياتي سواء كانت حياة المهنية أو الحياة العادية في الحياة المهنية تحضر مع العمالة والشوراكة وفي الحياة العادية تطوير النفس القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل امتداد لآخر أطلق العام الماضي لبدء تدريس الإنجليزية في الأطوار التعليمية الأولى في وقت ماذا كنا نتحدثوا على أهمية اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية مهمة، اللغة عالمية، ولكن في الوقت الراهن نظن أنها تعدت إلى الحاجة والضرورة اللي تخلي الإنسان بشكل عام والطالب بشكل خاص يقرحه في حاجة مليحة أنه يتعلمها ويكتسبها هذه الخطوات حسب مراقبين لها صلة بتوترات سياسية حادة تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ عامين ورغم الأهمية ينصح الخبراء بضرورة الانتقال التدريجي والسلسي لتفادي نتائج عكسية كل أستاذ عنده تخصص معين، فيما بعد إذا كان الأستاذ يتقن اللغة، نفترضه هل يترى الطلاب اللي درسهم الأستاذي فهموا اللغة؟ ولهذا لازم تكون تدريجياً هذا تعليم اللغات وما يكونش في مجل المواد حتى ما نخلقوش جبهات جبهة ناطقة بالفرنسية والعربية والإنجليزية والأمازيغية أيضاً كلغة أم وإن كانت في صيغة عقوبات جزائرية على باريس تهدف هذه الإجراءات إلى إزاحة الفرنسية تدريجياً من التدريس في الجامعات والكلية الكبيرة والمدارس الوطنية العليا للارتقاء بها في سلم التصنيفات الدولية خاصة في ميدان البحوث العلمية كريم قندولي قناة الغد الجزائر نرحب بضيفانا معنا من الجزائر دكتور توفيق بقعدة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر أهلا بك دكتور كما أرحب أيضاً من باريس بالأستاذ نزار الجليدي الكاتب والباحث السياسي ضيفانا أهلا بكم معنا على شاشة الغد دكتور توفيق اختيار الإنجليزية بدلاً من الفرنسية ستعتمد بعد شهرين من الآن في الجامعات الجزائرية هل هو قرار أكاديمي بحث أم هو قرار سياسي؟ تحية طيبة لك أستاذ سيهام ولكل مشاهديكم ولكل ديفك الكريم أعتقد بأن إشكالية اللغة لا تزال هي المعضلة التي لم يجد الجزائريون مخرجاً لها فبعدها الاستقلال كانت تنائية اللغة العربية واللغة الفرنسية والتي لازلت في أحد السراعات القائمة موجودة إلى حد الآن بين الجزائرين قبل أن تكون بين الجزائر وفرنسا وينظر كثير من الجزائرين كذلك إلى اللغة الفرنسية على أساس أنها غنيمة حرب وهذا كذلك ما صرح به الرئيس تبون مؤخراً في أحد حواراته لكن للأسف الشديد أن استعمال اللغة الفرنسية كغنيمة حرب يتم كذلك في شق آخر منها لمواجهة أو لاستخدام لمحاربة الهوية واللغة الوطنية أعتقد أن إدخال اللغة الإنجليزية هو زياد الضلع الثالث في إشكالية اللغة في الجزائر بين العربية والفرنسية والإنجليزية بالرغم أن المشهد العام في عالمياً ندرك جيداً التراجع الكبير للغة الفرنسية سواء من حيث الإنتاج الفكري أو الإنتاج الأدبي وحيث الإنتاج العلمي وأن اللغة الإنجليزية أصبحت هي لغة العالم واللغة العلم والفرنسيون ذاتهم يتجهون إلى تدريسها نعم أن هناك بعض القراءات في أن اتجاه الجزائر لتدريس اللغة الفرنسية هي نكاية في اللغة الفرنسية وفي فرنسا وتوجهات السياسية الفرنسية تجاه الجزائر وغيرها من القراءات لكن في المقابل نجد ما يضحد هذه القراءة في أن الدات المسؤولين الجزائريون لازلوا يستعملون اللغة الفرنسية في تصريحاتهم وحتى في خطابهم مع المواطنين الذين لا يفقى هنا كثيراً من اللغة الفرنسية تري فهذه القرارات في اعتقاد أنها قرارات سياسوية ليست سياسية بقدر ما سوف تزيد من تعقيد المشهد اللغوي هنا في الجزائر سوف تربك كذلك التحصيل الأكاديمي وخاصة أن أعلان وزارة التعليم العالي بتدريس اللغة الإنجليزية للطلاب لمقيس في تخصوصات متعددة باللغة الإنجليزية وبدأت في التحضير لذلك عبر تكوين الأساتدة في اللغة الإنجليزية لكن التكوين هنا ينحصر فقط في الأساتدة وما بلوك على الطلاب الذين كثير ما نعاني منهم من إشكالية اللغة حتى بالنسبة للغة العربية واللغة الفرنسية التي ينظر أن نجد طالبا يتقن إحدى اللغتين بصفة سلسة أو بصفة واضحة يستطيع أن يتكلم أو يكتب فقرات بهذه اللغة بالتالي أعتقد بأنه قرار سياسوي بأهداف سياسية طيب دعنا نسمع رأيي الأستاذ نزار من فريس سيد نزار أهلا بك معنا ربما فرنسا كانت غضبة مؤخرا من إعادة جملة في النشيد الوطني الجزائري وهذا نقش كما رأينا مرارا في البرلمان الفرنسي وهي الجزائر الآن تتجه إلى المدرسة الإنجليزية بدلا من الفرنسية وهي الأنجلوساكسون بالضبط وهي دولة فرنكفونية هل هي رسائل لفرنسا؟ أهلا وسهلا نعم هو هذا القرار هذه الخطوة أعتقد بأنها خطوة بالأساس قديمة جديدة تعود الآن ولكن هي خطوة تلبس عباء سياسية بامتياز لأننا إذا ما طرحنا السؤال أكاديميا سنسأل الجزائر طبعا بأي سرعة سيكون هذا الانتقال التدريجي ولكن من المصدر مباشرة الآن من القراءة الأولى من الوهل الأولى نفهم بأنها رسالة سياسية على الأقل لها ثلاث خطوط الخط الأول بأن الجزائر قد غيرت البوصلة في خيارات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية والآن ترحل المسألة للمسألة الاجتماعية وليس بالسهل تغيير عقلية التعريفين جيدا أن في الجزائر الذين ولدوا قبل الستينات لا يتكلمون حتى العربية وكانت هناك محاولات للتعريب بين الإلغاء كانت هناك نية من الشديد الجديد للتعريب ثم جاء بانضياف وجمد كل شيء ثم تعطلت عادت مع اليامين زروال ثم تعطلت مع بوتفليخ الأخير ولكن الآن هناك العباء السياسية هناك الخيار الاستراتيجي الجزائر غيرت البوصلة الآن متجهة إلى استراتيجية جديدة وإلى عالم وتكتلات جديدة ورسالة ثانية سياسية إلى فرنسا لأن عندما كان الصراع دائما بين الإليزي والمرادية كان بأقنعة لأن هناك رواسب لأن هناك زبانية لفرنسا في الجزائر وهناك علاقات اقتصادية للجزائر في فرنسا وهناك ترسبات ثقافية ولكن الآن مع تبون تغييرت الاستراتيجية الحديث بين المرادية والإليزي بلا أقنعة وهذه رسالة واضحة أعتقد بأن الحكومة الجزائرية قد أعطت المهلة الكافية لفرنسا لتراجع نفسها لأن هناك ملف الذاكرة أولا وهناك ملف التأشيرات وهذا يمثل ضغط على الحكومة الجزائرية من الداخل ويمثل مطالب كبيرة للجزائرين للذهاب إلى فرنسا وتقديم هذه التأشيرات ولكن فرنسا حتى وإن وعدت لم تحقق شيء لأن الدولة العميقة من الداخل هي التي ترفض وليس ماكرون ثالثا الفرنكفونية برمتها والفرنسية برمتها هي في تراجع رأينا جميعا بأن في بوركينا فاسو في مالي في دول جنوب الصحراء كل المستعمرات الفرنسية القديمة الآن هناك ميولات أخرى للغات أخرى وتعاملات أخرى عندما أقرأ الصحافة في إفريقيا أرى بأن نجمة الفرنسية أولا يتساقط ثم أن فرنسا اختارت أن تكون لها مواجهات مع الكل مواجهة مع تونس مواجهة مع جزائر مواجهة مع دول إفريقية لذلك تخسر من الجهة الدبلوماسية وتخسر من الجهة السياسية بالسؤال على الأكاديمي هل الأكاديميين الجزائر تخطو خطوات تدريجية ولكن يبقى لي سؤال لأنني لست مختص في الليسانيات ولا في البيداغوجيا أي سرعة هل سيكون بسرعة البوراق بسرعة القطار السريع هذا التحول نحو الأنجليزية أو أن الخطاب السياسي أو أن الخطاب السياسي هو الذي سيسيطر واعتقد بأن هناك في الجزائر في الداخل الجزائري أعتقد بأن هناك رغبة لمساندة قرار الدولة الجزائرية في الرحيل أو الهروب من اللغة الفرنسية والذهاب إلى كتل أخرى حتى الثقافية لماذا؟ لأن هناك مشكل مع فرنسا الآن أن فرنسا لا تريد أن تسقط من كبريائها السياسية في التعامل مع الشركاء هم أصلها التجاري دول الجنوب المتوسط هم الأصل التجاري لفرنسا ولكن للأسف فرنسا تفرط بكبريائها السياسية في هذا الأصل التجاري دعنا نعود لأسادة دكتور توفيق دكتور توفيق هناك من شكك في السابق في قدرة وزارة التربية على تطبيق هذا القرار لعدة اعتبارات بيداغوجية وبشرية أيضا لأن هناك مخاوف من تكرار ربما فشل تجارب السابقة هل تم تجاوز هذه المخاوف وستتم فعليا إزالة الفرنسية عن عرشها في الجزائر؟ أردت فقط أن أغدح شيئا أن قرار وزارة التعليم العالي باستخدام اللغة الإنجليزية في كثير من التخصصات هو لكاية في اللغة العربية ليس لكاية في اللغة الفرنسية وخاصة أن كثير من المقيس في العلوم الاجتماعية يتم تدرسها باللغة العربية حتى نضع المشاهد أمام الصورة أن هذا القرار هو من أجل تعميم أو استعمال اللغة الإنجليزية في تخصصات العلوم الإنسانية وكذلك بعض التخصصات في العلوم الدقيقة والعلوم الطبية التي لا زالت إلى حد الآن باللغة الفرنسية ولا توجد هناك مقاومة من أجل سواء كما كان في السابق لتعريب هذه العارف العلمية أو كذلك فيما يتعلق بتدريسها من طرف هذه الكليات العلوم الدقيقة والعلوم الطبية بتاليفة القول بأن القرار هو من أجل إزاحة اللغة الفرنسية فهذه أعتقد خاصة في الجامعات مغالطة يجب إعادة تصحيحها وأن هذه القرار هو من أجل إزاحة اللغة العربية في تقديري نعم أنه توجد هناك إشكالية سياسية كبرى مع الجانب الفرنسي وبين السلطة الجزائرية والسلطة الفرنسية التي في جوهرها خلافات مرتبطة بالذاكرة وأن ملفة الذاكرة اللازالة هو العائق والحاجز الكبير الذي يقف أمام تطبيق تفاهمات أغسطس من العام الماضي الذي توصل إليها الرئيس التبون والرئيس مكرون لكن في تقديري أن استخدامه والتسرع في إعلان مثل هكذا قرارات لا يخدم للإنجليزية ولا العربية ولن يكون كذلك خصما للغة الفرنسية على اعتبار أن مجمل أو معظم خريجية التانوية العامة في الجزائر لا يتقنون لا العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية وأن مشوار بداية التعلم فعليا للغات يبدأ في الجامعة وبتالي محاولة تطبيق هذا القرار دون تهيئة الأرضية منذ التعليم الابتدائي لتكتيف اللغة استخدام اللغة الإنجليزية وتعليم اللغة الإنجليزية للناشئة حتى لما يصلوا إلى الجامعة يتكون بإمكانهم تلقي اللغات المعارف العلمية باللغة الإنجليزية أو لغة أخرى بتالي فأعتقد أن مثل هذه القرارات سوف تزيد من حجم الضغط على الجانب الأكاديمي وتراجع المستوى بالنسبة لجامعات جزائرية أعود في آخر سؤال إلى أستاذ نزار أستاذ نزار الآن هناك الجزائر تتعامل بندية مع فرنسا وهذا ما يقوله أساس الجزائريون دائما هذا القرار في هذا التوقيت هل من شأنها أن يعقد أكثر العلاقات الجزائرية الفرنسية أم أن هذا قرار أو شأن داخل الجزائري هي العلاقات في أصلها معقدة أكثر من التعقيد بتعقيد أكثر من تعقيداتنا مع لغتنا لغة الضاد ولكن أعتقد بأن فرنسا ستكون مضطرة بشكل أو بآخر إلى إعادة قنوات التواصل مع الجزائر باعتبار أننا أمام خريف قادم وأمام ارتداد حرب ومصاريف حرب كبيرة وفرنسا ليس لها اقتصاد حرب وهي التي تدفع الآن في هذه الحرب وستعيش مرارة في الخريف المقبل هناك مرارة اجتماعية في الداخل الفرنسي وهناك مرارة اقتصادية وهي المسألة التقية وهو ما سيعيد فرنسا بشكل أو بآخر إلى الحوار المباشر مع الجزائر فقط أريد أن أوضح بأن حتى زيارة الرئيس تابون إلى فرنسا لم تعطلها الخارجية الفرنسية ولا الخارجية الجزائرية بل عطلتها قوة مازالت تعتقد بأن الجزائر إحدى مستعمراتها وعطلتها قوة لا تريد هذه الندية التي تتحدثين عنها لأن هذه الندية لم تعود فقط من الجزائر الآن هناك أصوات كشف مؤتمر فرنسا الأخير حول نظام مالي جديد عدم دعوة الجزائر باعتبار أنهم جميعهم كانوا يترصدون هذه الفرصة ويعرفون بأن الجزائر سيكون لها صوت عالي في تغيير الخارجة الجديدة للمسألة المالية في العالم وقد فوجئوا بالموقف التونسي الذي رفض أن يكون حارس لحدودهم ولم يقع استدعاء حتى المغرب بما معناه بأن فرنسا في تخبط حقيقي في لغتها الفرنكفونية وتعاملها الدبلوماسي في واجهات دبلوماسية مع دول المتوسط وخاصة مع الجزائر وهي الممول الرسمي لفرنسا سواء ديمغرافيا لأن فرنسا محتاجة إلى ديمغرافيا والجزائرون الذين في فرنسا يمثلون قوة لفرنسا أكثر ما يروش الإعلام الفرنسي هذا أولا ثانيا أن فرنسا ستحتاج في هذا الخريف المقبل إلى المسألة التقية ستحتاج الجزائر وستحتاج الحكومة القادمة الفرنسية لأننا أمام ميزات تغيير حكومي قريب جدا هذه معلومة وليس التحليل بأنها ستذهب لنقاش الجزائر وأنها عليها لتخفيض الضغط على الحكومة الجزائرية لأن الحكومة الجزائرية هي ضغط داخلي على فرنسا على الأقل أن تسهل إحدى الأمرين إما مسألة التأشيرات ومسألة الذاكرة التي هي عنوان لا يمكن للجزائر أن تتخلى عليها أي حكومة في الجزائر لا يمكن أن تتخلى على قضية الذاكرة لأنها مسألة إنسانية أولا وآخرا وبالمناسبة كل عام الجزائر بخير بمناسبة عيد استقلالها أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ نزار الجليدي الكثير والبحث السياسي من باريس والشكر أيضا الموصول من الجزائر لدكتور توفيق بو قهد وأستاذ العلاقات الدولية بجامعات الجزائر شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة